أنا إيه أكتر دول بتستورد مني? إحنا عندنا أكتر دول بتستورد مننا عندنا المملكة العربية السعودية بمير بتستورد كميات دولة تلت دولة أنا أقولهم دولة بتستورد فوق 300 ألف طن مملكة العربية السعودية وروسيا ودولا اتحاد الأوروبية مجموعة دولا اتحاد الأوروبية مع بعض ودلوقتي الصين دخلت منافس كبير لهم بعد كميات كبيرة اللي أخذتها من علف البنكر فعندنا الت 완성試ات احنا بنصدر ليهم كميات كبيرة جدا من البرتقان ومن البطاطس ومن البصل ومن الفراولة بنودي للسعادية الحاجات بنودي الاتحاد الحاجات بنودي الروسيا كمان بنودي الروسيا بطاطس كميات كبيرة جدا ولسه موسم البطاطس بعد إبقاله عشر تيام بالزبط ان شاء الله نتخطى حاجز الـ 52 ألف طني اللي احنا بنصدرهم لروسيا كل سنة السنة دي فيه توقعات بين ان احنا نصدر كميات أكبر عندهم الطلب كبير مطلوب كميات كبيرة جدا في روسيا من البطاطس المصري طبعا ده بجانب الأسواق الجديدة اللي احنا فتحناها احنا قدرنا دلوقتي ان احنا زي ما يقولوا كده بنبيع الماية في حرط السقين احنا قدرنا كمصر بنصدر برطقان لأكبر منتج برطقان في العالم اسباني لا البرازيل برازيل بتنتج 17 مليون أكبر منتج أكبر منتج مش أكبر مصدر اسباني أكبر مصدر احنا أكبر منتج احنا ايه صدرنا له برطقان 17 مليون تن موالح بتنتجهم البرازيل واحنا بننتج 4.5 مليون تن احنا قدرنا نصدر للبرازيل كميات كذلك برضو من دول أمريكا الجنوبية قدرنا نفتح سوء الرجنتيني لصدراتنا من الموالح قدرنا نصدر لأكبر مصدر في العالم اسبانيا عندنا اسبانيا وجنوب أفريقيا اسبانيا جنوب أفريقيا اه من أكبر الدول اللي بتصدر موالح في العالم بآخر 3 سنين احنا بقينا رقم واحد في العالم والحمد لله محافظين على الرنكة ده لمدة 3 سنين على التوالي قدرنا ان احنا نصدر في موسم 2020 و2021 موالح لأسبانيا فتحنا السوق الاسترالي عندنا كميات اللامون اللي بتطلع لأستراليا دلوقتي كميات كبيرة جدا بنصدر كميات كبيرة جدا كنا عاملين بروتوكول مع الصين في تصدير الموالح في 2007 لكن كانت الكميات اللي بتروح قليلة ده ان احنا نزود الكميات بشكل كبير جدا وصلت الـ 250 ألف طن بروتقان للصين الموسم اللي قابل اللي فات والموسم اللي فات 200 ألف طن عندنا برضو فتحنا السوق الياباني وده أصعب سوق ممكن تتعامل معاه في مخص إجراءات الحجر الزراعي ناس دقيقة جدا جدا ده خال احنا بنحاول نفتح وبنتفاوض معهم من 9 سنين عشان قطر نقدر نفتح سوق الموالح اصلا اليابان دي كوكب تاني فعلا كوكب تاني عندهم كل حاجة مختلفة على الدنيا بالزبط كده احنا قدرنا من خلال بقى الزيارات رحنا عمل لهم زيارة وشفنا ايه طلباتهم بالزبط وجينا هنا بتدينا نشتغل على الطلبات دي دكتور أحمد العطار رئيسة ده مركزية الحجر الزراع على رأس وفد فني سفر لليابان واستقبل وفد من اليابان هنا وجم وشافه المزارع والسفير الياباني صور وهو في المزارع وكان لفتة جميلة جدا والحمد لله قدرنا ان احنا الموالح اللي فات نفتح سوق اليابان للموالح وصدرنا اول حاوية وعدب بسلام احنا فتحناه في اخر الموسم والسنة دي جالنا ناس مستثمرين يابانيين عايزين يستوردوا بداية كلام كده متين حاوية ان شاء الله الموسم الجديد اللي هيصدر للياباني مش هيندم تاني بالزبط بالزبط كده واشترطاتهم صعبة وتطبيقها صعب لكن العاق بتاعها مربح جدا عرفت السكة ودخلت جوء خلاص كده احنا متبتين بالزبط وهنزود اه ان شاء الله ان شاء الله